أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبة في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد هذه الحلقة الثانية من حلقات قصة وعبر وقلنا في حلقة الأمس أن القصة في القرآن شخوصها ناطقة متحركة أمامك رغم قدم التاريخ عليها يرامنا حدثت آلاف السنين ولكنها حية واقعة كأنما نعيش قريبا منها أو معها أو بجوارها فعندما ترى إنسانا عظيما في كتاب الله عز وجل شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى عندما يذهب إلى هذا الرجل الصالح كي يتعلم منه تجد على يعني على وجه الخليل مسحة الأدب عندما يتقدم إلى المعلم أو إلى الأستاذ ويقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا وكأنما تنظر إلى الخضر عليه السلام يرد بوثوق العالم من علمه إنك لم تستطيع معي صبرا ويعلل لطالب العلم هذا رغم أن طالب ليس طالبا عاديا هذا أحد كبار عباقرة التاريخ الذين صنعهم الله على عينه قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرك تجد أدب الكريم يزداد لأن الأنبياء قمة في الأدب الإنساني والأدب مع الله عز وجل والأدب مع عباد الله سبحانه يقول ستجيني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إذن تأتي تنظر إلى وجه الخضر كانت قصة أمامك شخص واضحة ناطقة تلمسها يقول له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى تجد الأثنين وقد ركب السفينة ويقوم الخضر بأنه يخرق السفينة ويقتلع لوحا من قاعها ويخاف الكريم على مسألة الغرق ويرى أن هذا ليس من الحكم أبدا لأن من الواجب أن هؤلاء يعني أخذون مجانا وما أخذوا منا أجرا وما قدمنا لهم شيئا في مقابل أن يأخذون معهم أخرقتها لتغرق أهلها تجد على وجه الكريم مسحة التعجب والاستنكار مع الاستفهام العجيب على الاستفهام كبيرة فيذكره المعلم الكبير بما قطعه على نفسه وبما قال له في البداية إنك لن تستطيع معي صبرا يثبت موسى قضية التعليم مرة أخرى ويتودد إلى الشيخ الكبير ويعده أن لا يسأل ويرى قضية القتل ترى جباع من الصبيان العبون والخضر ينادي على أحدهم فيقتلع رأسه وترى كأنهما القتل حادث أمامك وبعدين تجد الكريم في قمة الاعتراض أقتلت نفسا زكية أو في قراءة زاكية بغير نفس معقول هذا كلام فتشتد لهجة الأستاذ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هنا يقطع موسى وعدا مع الأستاذ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني تجد الخضر وهو يريد ويأمر موسى أن يعينه في يعني اعتدال الجدار المائل ويتعجب الكريم ويقول هؤلاء قوم بخلاء ما أكرمون ورغم ذلك يعني تقيم لهم جدارا قال هذا فراق بيني وبينك وتأخذ العبرة الكبيرة أن رجلا أو إنسانا خالف إنسانا في أمور ثلاثة وأنت أيها المسلم الكريم في هذا الشهر الكريم ولك معلم تتوقف عنده وأنت أيها المسلمة الفاضلة بشر خالف بشرا في أمور ثلاثة فما كانت النتيجة؟ قال هذا فراق بيني وبينك ألا يخاف الواحد منا أنه إن خالف رب العباد ونحن نخالف رب العباد مئات المرات وألاف المرات في حياتنا ألا نخاف أن يقال لنا هذا فراق بيني وبينك ويغلق باب يجب أن يفتحه الإنسان دائما وهو باب التوبة والأوبة والعودة إلى رب العباد عز وجل في هذا الشهر الكريم فرصة طيبة أن أرج من الباب باب الهداية ولا أخرج منه أن أدخل إلى باب التقوى ولا أخرج منه أن أدخل إلى باب الاستغفار ولا أخرج منه أن أدخل إلى باب الرضا ولا أخرج منه عندئذ قال له هذا فراق بيني وبينك فتجد القصة القرونية بهذا المنطق تجد إنسانة عظيمة لها سورة باسمها كاملة في كتاب الله عز وجل مريم أم المسيح عليه السلام تجد الصورة واضحة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت علي تنيمت قبل هذا وكنت نسيا منسية فتجد هذه الصورة إنسانة بنت يعني عذراء بتول تقية نقية أصلا في محرابها تحمل دون سبحان الله بمعجزة عجيبة فتتصور كيف يكون موقف بني الإسرائيل وهم أهل إشعات وأهل فوضى ماذا سوف يقولون لها كيف يتهمونها كيف ترد هذه التهمة عن نفسها وعندئذ تسمع هذا الصوت الطفولية الملائكية البريء سيدنا عيسى عندما يرد على هؤلاء لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسو وما كانت أمك بغية تجدها وتشير بإصبعها وبيدها إلى رضيعها الذي ولدته منذ ساعات فأشارت إليه وتجد معشر بني إسرائيل وهم يتعجبون كيف أن أكذب من كان في المهد صبية وتجد هذا الطفل المولود لساعات بمعجزة إلهية ينطق ويحقق العبودية له منه لله عز وجل من أول لحظة قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني النبي الآيات عندئذ تسمع هذا الحوار وهذا النقاش ترى القصة القرونية بهذا المنطق ترى عندما ولدت مريم ويعني يختصم شيوخ بني إسرائيل من يكفلها وقد وقد نات أبوها وأمها حامل بها فيعني من يكفلها وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ترى سيدنا زكريا وهو يقتقع عليه القرعة ويقع السهل أنه هو الذي وهو زوج خالتها أنه هو الذي يتولى أمر مريم كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه شبت مريم عن الطوق تفهم هذا من سياق النص وتجدها عابدة لله عز وجل يدخل عليها زوج خالتها زكريا عليه السلام يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف يا مريم أن لك هذا تجد لسان الواثقة من فضل ربها وكربه قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عندما تتنقل في أضابير التاريخ وصفحات التاريخ وتتدبر في آية الله وتجد رجلا عظيما كسليمان عليه السلام ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما يتفقد الطير ولا يجد الهدهد ويأتيه الهدهد ليكلمه وليحدثه ولا يفهم الناس ماذا يقول الهدهد لكن الله سبحانه وتعالى علم داود وسليمان منطق الطير وكان يذكر نعمة الله عليه في ذلك أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتين من كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى وتجد الهدهد يعطي درسا ويلقن درسا لنا في العقيدة والتوحيد عندما رأى بلقيس وقومها يسدون للشمس من دون الله ألا يسدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إذن درس في العقيدة تسمعه من الهدهد وهو يتحدث أمام سليمان ويعرض القضية وتجد يحمل رسالة سليمان كسفير من بيت المقدس إلى صنعاء اليمن ويلقي هناك عند سبق يعني سبحان الله الرسالة إلى بلقيس وتجد الجن وهو يشكد عرش بلقيس ويعيد صياغته ويعيد يعني المنظر العجيب وتجد بلقيس وهي تدخل فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قيل إنه صرح ممرد من قوارير في الآخر تجدها وهي تعلن إذعانها وإيمانها رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين تجد قوما كقوم صالح وهم يتعقبون الناقة التي حذرهم نبي الله صالح من إذائها فإذا بالشقي الذي يعني تعاطف عقر سكر وهذا معلم بهؤلاء الذين يدمنون على ما حرم الله عز وجل عسى رمضان أن يكون موقفا يعني حاسما له أن ينتهي عما يعني أن يتعاطى ما لا يحبه الله عز وجل من مسكرات من مخدرات من مفترات من سجائر من شيشة من هذه الأمور الأرجيدة ولم نشعرف هذه الأمور التي انتشرت بين يعني المجتمع المسلم وهي حرام لأنه لأن فيها الضرر والضرار هكذا يستفيد الإنسان من القصة القرآنية فتجد أن يعني هذا الذي تعاطى فعقر قم فعقر الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف وقباها تجد سبحان الله العظيم يعني جؤار ودعاء والتجاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت والتقمه الحوت وهو مريم فأول ما دخل في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه رب العباد تجد أن سيدنا يونس يطرح الحوت على شطئ البحر وأنبت الله عليه سبحانه وتعالى شجرة من يقطين وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين تجد هذا القصص واضح تجد قصة أصحاب الأخدود تجد قصة أصحاب الإخوة الثلاثة في سورة نون أصحاب الجنتين التي يعني التي أرادوا منع الفقراء من الأكل منها تذهب إلى سورة الكهف وترهم وقد دخلوا إلى الكهف الصغير ويعني ودعوا رب العباد سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة سبحانه وتعالى فتجد كل هذا القصص القرآني شخوصا واضحة ناطقة وإن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نبدأ بحول الله وقوته في توضيح مع القصة العبر التي نأخذها منها جعلا الله ياكم من المتدبرين لكلام الله عز وجل ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته